يميل الفرنسيون إلى أن التسوية تقوم على التالي إسلامان فرنجية رئيس نواف إسلام رئيس حكومة بس أنه السعوديين عم يسألوا كمان أسئلة أنه نحن كمان أنه ما الضمانات التي يمكن أن يعطيها الرئيس المعطل أنه بالتالت المعطل وبالتالي أنه يمسك ورقة توقيع تشكيل الحكومة ويضعها في جيبه مثل ما كان يعمل العماد حون كمان أنه هذا من يضمنها السعوديين عم يسألوها كذا ليس كل المعلومات ليس كل النقاشات وتفاصيل النقاشات التي تجري في باريس يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام بس حقيقة هذا الذي يجري فلذلك هم يقولون أنه نحن لنفترض بأنه تمت التسوية على أساس التوافق على هرين الرئيسين فرنجية ونواف سلام من يضمن أنه ما يكون فيه تالت معطل من يضمن أيضا أنه قلم التوقيع من يضمن أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية المقبل لا يفعلون كما كان يفعل الوزراء التالي الوطني الحر وبالتالي يفتحون رئيس الحكومة ويعطلونه ويعطلوا عمله وبالتالي يصدروا صلاحيته هكذا يقول السعوديون الفرنسيين ما عندهم أجوبة بس أنه النقاشات تدور ضمن هذا المجال وضمن هذا المنطق وهذا يعني بأنه طالما فيه تفاوض على هذان الإسمائين هذان الإسمائين مطروحان بس كمان هون خلال نقول مسألة أساسية أنه الكلام الذي مش كثير عم ينتشر بوسائل الإعلام في عملية بحث حقيقي عملية بحث حقيقية أيضا لعقد مؤتمر حوار لبناني قد تصديفه القاهرة أو بغداد أو سلطنة عمان هذا مين اللي يسعى اليوم لعقدها أطراف إقليمية من ضمن الفرنسيين ومن ضمن المصريين ومن ضمن السعوديين مش بعض عن هذا الجو يعني لعقد مؤتمر بيشبه اتفاق الدوحة ومؤتمر الدوحة يعني أقل من الطائف وأكثر من الدوحة نعم أقل من الطائف وأكثر من الدوحة وعن يتم الحديث عن هذه العواصم الثلاث القاهرة بغداد سلطنة عمان لذلك نعم نشوف تحرك السفير المصري بلبنان لهذا الغرض يعني أبعد اليوم فقط مصر بالأخير أنه تطمح على التفعيل دورة الإقليمية وتحديدا بالمشيق العربي بمستويات هل رأيك اليوم الأطراف اللبنانية أيقنت أنه اليوم بحاجة إلى هكذا مؤتمر نتيجة انسداد الأفق في هذه الصيغة نعم ولكن للأسف لا يعني نزلك تعرف القوى السياسية اللبنانية لها خطابان خطاب ظاهري وخطاب باطني كلهم مع الأصلاح ومع التغيير ومع إلى آخره ولكن على الأرض يكون شيء آخر أنه الكل أيضا مع إلغاء الطائفية السياسية وإلى آخره وعلى الأرض في ممارسات أخرى الأمر ذاته تقريبا بتصور أنه على مستوى إعادة النظر ببعض جوانب النظام السياسي هكذا مؤتمر بتوافق عليه لأن السعودية اليوم تعتبر أي يعني اليوم توجه إلى هكذا أمر هو مع المحافظ على الطائف بس تعتبر اليوم هو مجرد الكلام كان عن تعديل اتفاق الطائف شفنا اليوم ردة الفعل السعودية بالنسبة إلى اتفاق الطائف وذهاب إلى عقد المؤتمر صحيح ما حدا عم يحكي بالتعديل عم ينحكى بتفسير بعض البنود الوارد في دستور الطائف يعني مثل المادة 49 مثلا مثل المقدمة الدستور اللي بتحكي عن الميساقية تفسير بعض البنود وبالتالي أنه مش كلما ننتخب رئيس جمهور حتى مسألة النصاب الدستوري أيضا أنه يعني تجري عمية الانتخاب بالدورة شو الفرق بين الدورة الانتخابية بمجلس النواب وبين الجلس الانتخابية بمجلس النواب فإذا بدأ إضاحة وتفسير ضمن هذه البنود مع المحافظة على الهيكل العام لدستور الطائف السعودية ما بيرفضوا هذا الأمر لأنه التوازن الذي رسخه اتفاق الطائف رح يضل واتفاق الطائف ودستور الطائف الذي انبثق عن اتفاقية الطائف سوف يستمر ولكن تفسير بعض بنود الطائف أعتقد بل أكاد أيزون هو الذي سوف يعني سوف تدعى أو تستدعى أنه لازم شوية الواحد يكون آسي على القوى السياسية أن تستدعى القوى السياسية اللبنانية إلى التوافق حول تفسير بعض بنود الطائف